أبو معنا بسفير نهائي دور الأبطال أندري شيفشينكو مرحبا ناندري مرحبا بك معنا إذن اقتربنا الآن من ربع نهائي دور الأبطال بالتأكيد الأسماء مبهرة هناك أندية ممتازة وقوية وهناك المسيطرون على دوريتهم محالين 29 لقبا عامة مع هذه الأنديا المتواجدة هذا قد لا يكون سؤالا معتدا ولكن هل هناك فريق يبهرك أكثر من غيره أعتقد أن هناك الكثير من الأنديا الجيدة برشلونة ريال مدريد مانشستر سيتي كل هذه الأنديا ممتازة نادي يوفينتوس كذلك فعلا من الصعب أن نتنبأ بأي شيء منافسة متقاربة جدا في المستوى نعم أندي رائعة ولكن لسؤال الحظ اثنين فقط في النهائي نعم بالتأكيد سنرى إذن الآن عفوا بالتأكيد أريد أن أعتذر على هذا السؤال أندريا بالتأكيد سؤال شخصي ولكن أنت فزت وخسرت نهائيا في هذه المنافسة ما الذي يبقى أكثر في ذكرك هل هو ألم إضاءة ضربة جزاء أم الفرحة الكبيرة بالفوز بهذا اللقب في الحقيقة أنا أتذكر دائما عندما كنت ألعب هذه المنافسة وعندما كنت شابا كنت أتمنى أن أحلم بهذه البطولة كان دوري الأبطال جزء من حلم أي لعب محترف ليس لدي أي ذكريات سيئة بكل صراحة لأنه عندما تلعب نهائي دوري الأبطال يمكن أن تفوز ويمكن أن تخسر كذلك وكأنه جزء من عملك وجزء من تجربتك أنا كان حلمي أن أصبح لعب كرة قدم هذا الأهم شكرا لهذه الكلمات أندريا وأخيرا بتأكيد كلاعب أوكراني ومواطن أوكراني ما الذي تتوقعه بتأكيد ومم مدى أهمية هذا النهائي في أولمبيا سكياف بالتأكيد الذي رأينا في يورو 2012 هناه شرف كبير جدا بنسبة لنا أن نستظيف نهائي دوري الأبطال للناس في أوكرانيا يحبون كرة القدم بل يعشقونها كذلك وهذه ستكون لحظات رائعة ومهمة جدا بنسبة لنا وبنسبة لأجيال القادمة كذلك أن نستقبل هذا النهائي ونرى أفضل الأندية في العالم تأتي إلى كييف وتلعب وفعلا شكرا لكم لهذه الفرصة سيكون هذا رائعا ليس لكييف وأوكرانيا فقط بل للعائلة الكروية عامة الآن نذكركم بسرعة هالية القرعة إذ أننا نقترب شيئا فشيئا من هذه القرعة كما تعرفون هذه قرعة مفتوحة لا يوجد فيها أي حماية لأي ناد ولا ظروف خاصة كذلك قرعة مباشرة إذن ثمانية أسماء لمن سيشارك في ربع نهائي كل الأسماء موجودة في هذه الوعاء سوف نخلط الكرات وعندها أندريس سوف يبدأ بإخبارنا من يواجه من وبالتأكيد أول من يسحب سيلعب أمام نفس الخصم بالتأكيد ذهابا وإيابا والألية تتواصل هكذا بالنسبة لكل المبارئة نحن جاهزون بالتأكيد فقط التفكير بسيط جدا بالنسبة للأندي المتلاشحة لدينا نادي بارشلونا باير ميونيخ نادي يوفينتوس نادي ليفربول مانشستر سيتي ريال مادريد روما وإشبيليا كل شيء جاهز إذن أندري أنت جاهز نبدأ بالمزج ونبدأ لحظات مهمة جدا نعم وهو كذلك بارشلونا بارشلونا نادي بارشلونا أول اسم يسحب في هذه القرعة الفائز خمسة مرات بدوري الأبطال آخر مرة كان عام 2015 بعد فوزهم أمام تشيلسي وترشحهم لهذه المنافسة في هذا الضوء نادي روما بارشلونا وروما نادي روما سيواجه بارشلونا في هذه المباراة هذه المباراة الأولى لربع نهائي إشبيليا مرة أخرى نادي الثاني من إسبانيا إشبيليا وكما قلنا بعد ستين عاما من آخر ظهور لهم في ربع نهائي يعودون إلى هذه المرحلة تاتي بيهم القرعة أمام بايرن ميونخ إشبيليا أمام بايرن ميونخ فأس خمس مرات كذلك بالمنافسة سيكون ربع نهائي مثير دون أدنى شك ثم نادي يوفينتوس الإيطالي بطل إيطاليا كذلك رضيه الرقم القياسي في المشاركة في دوري الأبطال 18 مرة بين الأندية الإيطالية طبعا أكثر من أي نادي إيطالي آخر وإذن يوفينتوس سيواجه ريال مدريد كما كان النهائي في السنة الماضية في كاردف إذن ناديا متبقيان لكننا نعرف تماما من سيواجه من إذن هم كانوا في نصف نهائي عام 2015 ليفر بول ليفر بول إذن تتذكر بتأكيد ربع نهائي نتوقع مباراة ديربي جميلة نعم وهو ديربي ليفر بول أمام منشستر سيتي مع هذا ديربي الإنجليزي ننهي قرعة ربع نهائي شكرا لأندريا وبيدرو يعودوا معنا مجدد يجب أن أخبركم بأنني كنت تتابع الأعلام ووسع التواصل الاجتماعي الكل